أدى تغير المناخ في السنوات الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتقلبات شديدة في مواعيد الأمطار وكذلك هطول الأمطار الغسيرة والفيضانات وتوالت التحذيرات الدولية من خطورة الظواهر والتقلبات المناخية الخطيرة على الوضع الإنساني والمعيشي في اليمن في وقت يعاني فيه السكان من أضرار كبيرة خلفتها الفيضانات خلال الأشهر الماضية وانتشار أمراض الحميات والأوبئة وحددت منظمة الأمم المتحدة للأغذية وزراع الفاو محافظات ذمار وإب والضالع ولحج وتعز كمناطق يتوقع أن تشهد فيضانات بفعل احتمالية هطول أمطار غزيرة عليها وقدرت أعداد الذين سيتأثرون بهذه الفيضانات بألف وخمسمائة شخص دعية إلى اليقظة والحذر إذ جاءت الحديدة في أعلى ترتيب المحافظات الأكثر تضررا من الفيضانات حيث تضررت سبعة وعشرون ألفا وسبعمائة أسرة وحلت محافظة عدن في المرتبة الثانية في عدد الأسر المتضررة بإثني عشر ألفا وثلاثمائة أسرة ثم محافظة إب في المرتبة الثالثة بعدد ألف وستمائة أسرة بينما تضررت ألف وخمسمائة أسرة في صنعاء وألفا ومائتي أسرة في محافظة صعدة وحذر مختصون من عجز القطاع الصحي في اليمن عن مواجهة الحالات الصحية التي تستقبلها منشآته خلال مواسم الأمطار في وقت لا تولي فيه الجهات الدولية التي تقدم المعاونات الطبية لليمن الحميات التي تنتشر في مواسم الأمطار الاهتمام الكافي هذه التقلبات التقصية وغير المعتادة ما هي إلا بداية بسيطة لتأثيرات التغير المناخي التي تزداد خطرا مع الوقت كما حدث في عام 2015 من أعاصير أبرزها إعصار تشابالا إذ يتوقع العلماء أنها ستهدد مواسم الزراعة والأمن الغذائي والمائي في اليمن الذي يعيش منذ سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم